اشتركوا في القناة ومد يده للطعام فبادله أبوه قائلا لا تنسى ذكر الله صاحب النعم احمده يزدك واسأله يعطك كل على مهلك يا أرنوب وسأخذك في رحلة معي اليوم طار أرنوب فرحا وأكل طعامه بلهفة وحضر نفسه بسرعة للخروج مع أبيه سأل أرنوب أباه وهما يهمان باشتياز عتبة الدار إلى أين المعول يا أبي فأجابه سأترك الأمر مفاجأة لك سار طويلا وسط الغابة الغناء المليئة بالمباهج والألوان والنقائد والأخطار يركضان عندما يتوجسان خيفة ويتمهلان عندما يطمئنان ويأمنان إلى أن أشرفا على تجمع لجحور أرانب سأل أرنوب ترى ما من يقطن هنا لم أعرف بوجودهم قبل اليوم فأجاب الأمر أنت صغير يا ولدي وتجهل الكثير من الأشياء فمن سبقك في الحياة بليلة سبقك في التجارب بفكرة تعلم دوما أن تستفيد من مسيرة من يكبرك سنا أو علما ومن خبراتهم هنا يقطن بنو عمومتنا كنا نعيش قديما في ربع واحد وكبيرنا هو الشيخ أيقونة شيخ هذه الديار وما فرقنا وجعل هؤلاء الإخوة يهجرون قريتنا هو قلة الكلأ وتعاضم الأخطار وقد سمعت بمرض الشيخ أيقونة فجئت أعوده واطمئن على سحته اقتربا من باب الشيخ أيقونة وهما بطرقه فانفتحا فجأة وضرهرت زوجته الموقرة زموردة فلما رأت لؤلؤ صاحت وقد عرفت مرحبا بالطيب أهلا وسهلا بالضيف الكريم لؤلؤ جئت أهلا ونزلت سهلا فدخلا دار أيقونة وهما يسألان عن حاله فاطمئنتهما زموردة بأنه أصبح أحسن حالا وأقدر على الحركة والكلام مما كان عليه سلفا وفوجئا بالشيخ أيقونة يخرج إليهم متأكا متكئا على عصاه مرحبا بهما وشاكرا لهما هذه الزيارة الإخوانية قائلا ما زلت المعدن الأصيل الذي نعرفك به يا لؤلؤ تعرف الواجب ولا تتقاعس عنه أبدا وإنما الصديق الحق صديق الشدة فأجاب لؤلؤ هذا أقل القليل في حق من علمنا الأدب وأخلص لنا النصح منذ حداتة سننا ونعومة أضافرنا فابتسم الشيخ أيقونة وهو يقول لا فضفوك يا ابن الأكرمين واراك تعلم هذه الأخلاق النبيلة والصفات الحميدة لولدك الجميل هذا فأجاب لؤلؤ إنه ولد أرنوب ولذلك جئت به حينها التفت الشيخ أيقونة وقال لزوجته زمرودة ولكن أين واجب الضيافة ألا تكرمين ضيفنا فقالت زمرودة حالا تحضر إكرامية الضي وكان أرنوب لا يكف عن النظر في أجزاء البيت الذي أعجب بنظافته وجمال تنسيق أتاته ثم فوجئ بالشيخ أيقونة يسأله كم عدد أسدقاؤك يا أرنوب فأجاب متلعتما وقد بوهر بهيبة الشيخ الوقور وفي نبرة صوته فخر كبير لي ستة وعشرون صديقا فبدله الشيخ سائلا هل جميعهم يعودونك إذا مرت أو يؤازرونك إذا اشتد أمر عليك ويقطعون المسافات لرؤيتك كما يفعل أبوك اليوم أجاب أرنوب لا ليس كلهم يفعلون بل لعل بعضهم فقط يفعل ذلك يا سيدي فقال الشيخ بل لعله لا أحد من الستة والعشرين يفعل ذلك يا ولدي وما أكتر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليلوا صديقك الحق وأخوك الذي لم تلده أمك هو الذي يقف مواسيا وعونا لك ساعة الشدة فتخير من تصاحب وليست العبرة بعدد الأصدقاء في الرخاء بل بعددهم ساعة الضراء شعر أرنوب أنه استفاد اليوم فائدة عظيمة وعاد مع أبيه إلى الدار وهو عاقد العزم على تطبيق نصيحة الشيخ أيقونة الحكيم شكرا